اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم يصب قالها ابو تمام في مدح الخليفة المعتصم خرج عليه الصلاة والسلام وجد طائفة من بني اسلم يتناضلون يتسابقون في الرمي طائفتان فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا يقصد بأبيكم نبي الله عز وجل اسماعيل ثم تثمة الحديث قبل أن نعود إلى اسماعيل وأنا مع بني فلان يقول عليه الصلاة والسلام فأمسك القوم تعجب قال لما أمسكتم لما توقفتم فقال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم أنه معهم قالوا يا رسول الله كيف نسابقهم وأنت معهم قال ارموا وأنا معكم كلكم وهذا من لطيف معشره عليه الصلاة والسلام وعظيم شفقته وكمال أدبه مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تأتي معظلة في المسألة أن أسلم متفقون أهل النسب على أنها من خزاعة لكن الخلاف في خزاعة نفسها هل هي قبيلة يمنية أو قبيلة عذنانية فجمهور أهل النسب على أنها من اليمن لكن ابن حزم رحمة الله تعالى عليه أصر على أنها من عدنان بحجة هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباكم يقصد إسماعيل وإسماعيل عند جمهير جمهير أهل النسب ليس أبا للعرب العاربة وإنما أبا للعرب وإنما هو أبا للعرب المستعربة نحن نعلم أن النسابون يقسمون العرب إلى عرب بائدة وعرب مستعربة وعرب عاربة فأما العرب البائدة من مضوا وهلكوا وقضوا ولم يبقى منهم أحد الله عز وجل لما ذكر عادا وثمود في فواتع صورة الحاقة قال فهل ترى لهم من باقية هؤلاء أسمهم المورخون العرب البائدة العرب العاربة من ينتسبون إلى يعرب ابن قحطان القادمون من اليمن فهؤلاء عرب عاربة باقي عرب مستعربة اكتسبوا العربية من جرهم القبيلة اليمنية وهؤلاء في مقدمتهم نبي الله إسماعيل هذا ما يذكره النسابون فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا قولوا عليه الصلاة والسلام إن أباكم كان راميا يذكر بخبر بناء الكعبة كما سيأتي ذلك أن خليل الله لما جاء المرة بعد المرة ولم يجد ابنه إسماعيل في الثالثة ماذا وجده يصنع وجده يبري نبلا تحت دوحة له إذن تعلق نبي الله إسماعيل بالرمي والرمي يومئذ به يدفع الأدو وبه يصاد الوحش حتى يكون وما يصاد الصيد حتى يكون طعاما للأهل فبالنسبة لإسماعيل يومئذ النبل هو قوام حياته بالنبل يدفع عن نفسه الأعداء وبالنبل يكسب لأهله الطعام ويوفر لهم ما يحتاجونه وقد كان نبي الله عليه السلام إسماعيل يبتعد لأنه يعلم أن مكة حرم لا ينفر صيدها فيضطر للبعد إلى الحل ولذلك لما جاء خليل الله إبراهيم مرة بعد مرة لم ينتظر ابنه قالت ذهب اصطادوا لنا يقتاتوا لنا ومع ذلك لم يقول سأنتظر لعلم أن ابنه إسماعيل سيبتعد كثيرا لأنه يعلم أن إسماعيل لن يستطيع أن يصيد في الحرم مع أن البيت يومئذ لم يكن قد بني مع أن البيت يومئذ لم يكن قد بني لكن خليل الله كان يعلم أن لمكة حرما لا ينفر فيه الصيد ولا يعظد فيه الشوك ولا يختلى فيه الخلاء كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه موسيقى موسيقى موسيقى